ورح نروح ضمن فقارتنا الثالي لنضوي على منافسات النسخة الثالثة من دورة ألعاب جريح وطن الدولية طبعاً اللي أقابها مشروع جريح وطن بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام وأيضاً بالتعاون مع شركة سريتيل وشركة امتين المنافسات كانت بمشاركات كثير من منتخبات عراقية اندونيسيا، ايران، روسيا بالإضافة إلى سوريا طبعاً المنافسات رح تستمر للسادس من الشهر الجاري وهي مقامة بمدينتي تشرين والفيحاء الرياضيتين لنحكي أكثر عن الفعاليات، نحكي أكثر عن رجواء أبطالنا وكيف تم التجهيز لهذه النسخة الثالثة بصرنا أكيد نرحب بالسيد محمد جمال العلاوي عضو الاتحاد السوري للرياضات الخاصة وحضرته المدير الفني لدورة جريح وطن الثالثة البارة لمبية الثالثة يسعد صباحك استاذ جمال يتيكن ألف عفية بداية فخورين بإنجازاتكم نحن ومدينين نحن لكل أبطالنا اليوم أول شيء سعد صباحكم نحن مدينين لهذه الأبطال اللي مسميه البدغولة والدورة بإسمهم أهلاً سعدكم استاذ يعني اليوم أبطال جرح الوطن أثبتوا بدورتين الألعاب الأولى والثانية قدراتهم الجسدية وصلوا لمستوى طموحاتهم وأكيد نحن منفتخر فيهم لأنهم أثبتوا مو بس أنهم أبطال بالحرب كمان أبطال بالرياضة خلينا نحكي اليوم عن انطلاق دورة ألعاب جريح وطن البارة لمبية بدورتها الثالثة ونحكي عن التحضيرات لهذه الدورة من جرد انتهت الدورة البرلمبية الثانية في العام الماضي فوراً صار التوجه لنتوسع بهذه الدورة وكلها وقع على باقي الجرحة وتتعمم هذه التجربة فوراً فبدينا بالعمل والمشاورات بالاتحاد الرياضي العام بحيث أنه نوسع هذه الدورة ومن هيك بدت المراسلات لعدة دول بحيث أنه نحن نستقطب أكبر عدد من الدول لهذه المشاركة الموجودة عندنا اللي شفنا نتائجها بهذه المشاركة الموجودة حالياً عندنا طبعاً في كتير دول حبت تجي تشترك بس نظراً للظروف المحيطة بالمنطقة شوي ما قدرت تجي بس الحمد لله رب العالمين العدد اللي أجا من الدول المشاركة كان كتير مقبول وهذا بيعطيها وقع وبيعطيها أهمية كبيرة لهذه الدورة اليوم ما في عنا مشاركين تقريباً أو العدد 173 لاعب ضمن النسخة الثالثة نعم بصلوا تجوزوا 173 لاعب اليوم أستاذ جمال اليوم المشاركات الدولية بتعطي حافز عند أبطالنا اليوم ليأدموا ليأنجزوا دائماً يعني الحمد لله دخلوا ملاعب الدولية وصعدوا منصات التتويج يعني وكانت سوريا بقلوبهم حاملنا اليوم خلينا نحكي عن هاي أجواء المنافسة شو عطيتهم وشو حافزتهم؟ هاي البطولة أول شيء من خلال هاي الدول المشاركة بتعطيهم حافز إضافي بالإضافة اللي احنا بالشق الرياضي بتلغي عندهم حاجز الرهبة من المشاركات الخارجية صحيح في فترة الماضية كنا مشاركين بتصين وقبلها كنا بسعودية وقبلها هيك فهي المشاركات المشاركة الدولية بتكسر عندهم حاجز الخوف من أي مشاركة خارجية أو تنافسية وبتعطيهم تشجيع أكتر يعني لهيك نحن هاي الدورة كان إلى دور كتير على باقي الجرحة وإذا رجعتي أنت للعدد اللي ذكرتين نحن عنا بالدورة الأولى كان عدد الجرحة المشاركين المشاركين بالدورة الجريحة الأولى اللي كانت باللاتقية كانوا هنه اتجاوزوا الـ 65 لاعب مشارك بعدين وصل عدد لـ 80 بالعام الماضي اليوم نحن عنا يتجاوزوا الـ 126 لاعب سوري طبعا مشاركين بهذه الدورة هذا بدلك على مدى الاندماج ومدى اندفاع هدول الرياضيين البلرنبيين في سوريا للمشاركة بهذه الدورة وإثبات ذاتهم تمام خلينا نحكي أكتر عن أنواع الرياضات الموجودة بالمنافسات الدولية الرياضات الموجودة هي كرة السلة على الكراسي بالإضافة لألعاب القوى للسباحة، القوى البدنية، الريشة الطائرة والتنس الطاولة طيب أستاذ جمال، شفنا اليوم أبطالنا من الحرب على سوريا راحوا لخلق مشروعهم الخاص وشفنا هنا أنه نشحوا إن كانوا بمجال المشاريع الصغيرة على المستوى العلمي، على المستوى المهني واليوم عم نشوفهم بالمناعب ضمن الإمكانيات الجسدية والصحية والنفسية المتاحة عندهم اليوم شو قدموا أبطالنا على المستوى الرياضي؟ كيف؟ اليوم هذا التحفيز عم تعطوه حضرتكم ليلون؟ قلتلك يمكن كان جوابه مسبق عن هذا الأمر قلتلك الرياضيين وخاصة الجرحة كان نحن في بعثة المشاركة بدورة غرب آسيا اللي جرت بالبحرين عام 22 كان 80% هنا بالأصل من جرحة الوطن كانوا مشاركين بهذه الدورة وحققوا نتائج ملفتة بدورة البحرين نتائج كثير إيجابية وحصلوا على كثير من الميداليات بالإضافة لتلك كانوا في عنا مشاركة كانوا بتنسي الطاولة بدورة السعودية الدولية في عنا بريشة طائرة بتايلاند كان لهم مشاركة بعدة مشاركات وتجلت مؤخرا بدورة آسياوية اللي هانت شو اللي جرت بالصي ومن نسبة للمراتب والتكريمات لأبطالنا الخارج سوريا؟ التكريمات هنا كانوا كثير يعني إنسان بحصل على مركز جيد فهذا تاج التكريم صحيح وصولهم للملاعب الدولية بحاجات ذاته بيئة ظروف اللي عم بيعشوها هذا تكريمه وأصرارهم على الحياة؟ نعم هذا بدل على أصرارهم على أثبات ذاتهم بما تبقى من هاي الأجساد يعني نحن لو دخلنا بشرح البرلمبي فهي هن من قدر نقول إنه هن أصحاب الهمم يعني أصحاب العزائم اللي ما ببزلوه لأنه هي بما تبقى من قطع من أجسادهم هن مصررين يضلوا أبطال ويضلوا يحافظوا على صورتهم البطولية تمام دائما منقول هاي الإرادة اللي بتعطيهم هاد الشيء وأكيد نحن منفتخر فيهن أستاذ جمال انطلاقا من صفتك بالعمل اليوم شو هي أهم المنتجات اللي عم تقدموها للجرحة؟ خلينا نقول بمجال الرياضة والألعاب البارلمبي نحن بالتقديمات نحن نقدم من حيث فيه كل الدعم اللوجستي نقدم دعم اللوجستي والدعم الفني من حيث تقديم الصالات وتقديم المدربين نتكاتف بهذا الشيء لنقدمه للجرحة بالإضافة كاتحاد الرياضي يعني ما هو مأثر بأي شغلة لتسفيرهم وزجهم بكافة المشاركات الدولية طيب خلينا نروح لبكرة والمستقبل اللي دائما نحن منراهن عليه ضمن الظروف مثل ما نقول دائما المتاحة نحكي عن خطوط الخطة الواضعين حضرتكم للاعبين والأبطال هل يوم في شيء تحضير جديد لإلون؟ هلأ نحن عنا بعد شهرين مشاركة كمان بدورة غرب آسيا بالشارقة بنهاية شهر الأول من عام 23 فبدأت تشوفي نسبة كبيرة من المنتخب السوري هو بدأكون من جرح الوطن مشاركين بهذه الدورة بالإضافة في كتير دورات وخطط حيطينا بالبال هي إن شاء الله بالتوالي بتسمعوا عنها تمام أستاذ بمجال احتكاككم مع الجرحى اللاعبين شو اليوم أهم التحديات اللي بتواجههم؟ يعني هلأ هنا في لتلك في المعوقات اللي هي اللوجستية بتجيون يعني هي شغلة كراسي شغلة طرف صناعي كذا بس هي إن شاء الله يعني يعني عم تسعى الحكومة السورية إن شاء الله لتزليل كافة هذه العقوبات وتأمين إن شاء الله أستاذ جمال ما بين النسخة الأولى مثل ما ذكرناك نحن نحكيه كان الافتتاح بمدينة الجلاء وكانت في مشاركة جدا حلوة لأبطالنا وبالمشاركة الثانية كانت النسخة الثانية باللاذقية أيضا النسخة الأولى كانت باللاذقية باللاذقية والنسخة الثانية كانت الافتتاح بمدينة الجلاء اليوم بالوصولا للنسخة الثالثة اليوم في تغييرات طرأة على أوضاع أبطالنا كان جسديا صحيا ونفسيا وحضرتكم اليوم كادر مشرف متابع ومراقب عن كتب وعن قرب لهذول الأبطال اليوم شو هي الفروقات ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية الإيجابية طبعا أكيد اليوم نحن عم نروح دائما للإيجابية نعم لا هي أكيد إيجابية إذا تشوفي هذا الطرق على الجرحة بالدورة الأولى كان الجريح هو يتعامل كأنه لسعته جريح لسع داخل هذا الجو الغريب عنه اليوم هو جي لا ينافس كان جي لا يشارك هلأ جي لا ينافس جي لا يحقق نتيجة هذا أهم تطور إيجابي عنا الفرق بين الدورة الأولى والدورة نحن بالدورة الأولى كان لتلك كان العدد يمكن نصف يصل إلى نصف عدد المشاركين السوريين يصل إلى نصف من هذا العدد اليوم نحن عنا العدد يتجاوز 126 مشارك وعلى المستوى الجسدي وعلى المستوى الجسدي لتلك هذا طبعا بس يصير روح التنافس تزداد فهذا أكيد فيه تطور على الناحية البدنية والجسدية وهذا نحن أكيد شيء من نتمنى يعني كجزء بسيط من شيء اللي يقدمه أكيد نحن مدانين لهم لهذه الجرحة بل ما قدموه هي قطعة من التسايدون كرامة وعلى راية الوطن تماما استاذ قديش اليوم حضرتك بتشجع يعني كل الأشخاص اللي عندهم خلينا نقول الجرحة أو أي شخص اليوم عنده أي مشكلة جسدية بتشجعه على القيام بأعمال هو بيحبها لا يوصل اليوم لطموحه من خلال احتكاك بهدول الأبطال لحكيكي أنا والله هي شغلة الأصحاب مثل ما بقولوا نحن من نقول الإعاقة أو القدرات الخاصة هن أصحاب عزيمة فبالعكس يعني أنا كتير من الأحيان بنزل بعزيمة أنا بأخذ منهم العزيمة وأنا هن اللي بشجعوني مو أنا اللي بشجعون اليوم عندهم قدرات كبيرة بتمنى منهم هن يفرغوا قدراتهم بالطريق الصحيح بحيث أنه يخلقوا إنجاز إن شاء الله عزيم وهن عظماء وعننا كتير إنجازات سابقة بالمجال البرالمبي نحن في سوريا فبتمنى إن شاء الله يحققوا أهدافهم وأحلامهم إن شاء الله طيب أستاذ جمعال اليوم هذا الجريح البطال اليوم لحتى يروح للمنافسة بإمكان الأولى الثاني الثالثة اليوم فيه كادر مشرف مختص عم بيكون مشرف على حالته على أوضعه خلينا نحكي عن الكادر المختص اليوم من هنون أكيد فيه أطباء فيه مدربين رياضيين خبرنا أكتر عنهم طبعا نحن عم بالشقة الرياضي بأدرحها كيكي بالشقة الرياضي في عنا اليوم نحن خيرة كوادرنا الوطنية اليوم اللي بتعمل بالمجال البرلمبي هي اليوم هي عم تشتغل معنا على الأرض يعني بيلعبة القوى البدنية بيلعبة ألعاب القوى بيلعبة تنس الطولة كلهم أصحاب اختصاص عالي وقلهم باع دولي كبير فهن جاهزين وهن عم اشتغلوا اليوم على الأرض وموجودين لتقديم كافة إمكانياتهم الفنية لتقديمها لهدول الجرحة أستاذ بدنا هيك كلمة من حضرتك رسالة بتحب توجهها لهدول الأبطال وأيضا لكل شخص اليوم أكيد في جرحة لساتهم قاعدين أو ما تشجعوا أو يمكن إصابتهم أسرتهم على المدى النفسي البعيد هيك كلمة من حضرتك والله أنا بحب أوجه لهم الكلمة يقول لهم سابقا أنتوا قدمتوا لهذه البلد نحن مدينين لكم بقول لهم أنتوا إن شاء الله الأمل فيكم أنتوا ما عليكم إلا تتوجهوا لرياضتكم أو موهبتكم اللي بتحبوها ونحن جاهزين لتقديم أي شيء هو طبعا ما بعوتكم عن الشيء اللي قمتوا فيه اتجاه هذا الوطن فنحن جاهزين لخدمتكم فيه أكيد ونحن بدورنا بنا نتشكركم لكل الجهود اللي عم تشتول عليها كرمال دعم الجرحة أبطالنا وهيك كان ملفت بحفل الافتتاح اللوحة الفنية اللي كانت من دمشق تحية إلى فلسطين يعني دائما ورغم الجراح المفتوحة لأبطالنا نحن فلسطين بقلوبنا شكرا للكون شكرا لكل شيء قدموا ودائما نقول تحية لأرواح شهداءنا كمان هنالشهداء الأحياء تحية لكل شيء قدموا لأنه مثل ما أننا نحن دائما وأبدا سنبقى مدينين للكون وما رح نقدر نرجع ولو جزء بسيط من اللي فأتوا بأيام الحرب شكرا للكون شكرا للكون إن شاء الله نقدر نحن بدورنا كأعلام وبدورهم كمشرفين رياضيين أنه نقدر نقدم شيء أنتوا يفيدكم في حياتكم شكرا للك أستاذ جمال شكرا للكون شكرا لقناتكم على هذه الإضاءة شكرا للكون لهذه الأبطال وإن شاء الله بيوصلوا للمراتب اللي بيتمنوا أعلى وأعلى طبعا بالإضاءة تبعيدكم إن شاء الله بنتعاون لأي الصلاة إن شاء الله شكرا لك